اشتركوا في القناة يا فرحة الكذاب نستقل ايه فكرة الحلقة قبل بنحكي علشان الناس تبقى فاهمة على مدار الحلقة كلها احنا متكلم علي انا دلوقتي لو انت مثلا جتي للبيت وانا قلت هحكي ان انت هحكي على الزيارة بتاعتك هقول فرحة جت لساعة 5 ومشيت من البيت مثلا الساعة 6 وفي النص كده احنا عادنا نحكي كم حكاية وبعدين ايه شربنا شاي واحنا بنحكي وكده طيب يبقى انت قلت الحاجة قدينة حكيت جت حد تاني هحكي له ان انت جتي للبيت هقول فرحة جت لساعة تقريبا 5 يبقى انا بقول له نفس الكلام اللي قلت قبل كده لا شربنا مش عارفة حاجة سخلة بس مش فاكرة شربنا عصير شربنا بس مش فاكرة ايه والنزلت مش عارفة انك ما زي انت لو مش فاكرة مش مشكلة لكن لو قلت معلومة تانية اه هقولك انا معلومة تانية مثلا 6 و 10 انا قلت نفس الحكاية هي يبقى انا قلت ايه قلت حكيت حاجة برغم ان انا حكيته قبل كده بتفاصيل بساعة باكلة بشرب باي حاجة لكن لو انا قلت بتفاصيل تانية بحاجات تانية يبقى انا ايه بكذب بتكذبي او بتنسي او بنسى يعني ممكن انت ما كنتش جتيلي اصلا انا بقول كده بزرط يعني بعد الفرحة جت لي وبقول ايه كلام فدلوقتي احنا هناخد نفس المثال ده في القرآن الله بيجي يحكي الحكاية يحكيها ويروح ايه يجي يحكيها مرة كمان يقولها بطريقة تانية خالص وبكلمات تانية خالص والحدث بيكون حصل ايه مرة واحدة مرة واحدة صح حصل مرة واحدة خلينا ناخد المسأل لشان الناس تفهم اكتر ماشي مع بعض سورة طه عشرة يقول ايه ازرع نارا فقال الاهل امكسوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار هو ده يبقى هو بيتكلم على موسى بيقول انا ايه عضو هنا انا شايف نار هشوف اجيب لكم منها النار ولا اجيب لكم هزا اجيب لكم النتيجة يعني طيب نروح شوف سورة النمل اللي سبع بتقول ايه اسقالة موسى الاهل اني انست نارا سأتيكم منها بخبر او اتيكم بشهاب قبس لعلكم تستلون هل موسى لما تكلم وقال امكسوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار هودة ولا قال اني انست نارا سأتيكم منها بخبر او اتيكم بشهاب قبس قال ايه الالفاظ اللي قالها ايه هو يده يده مش هيكون قال اللي اتنين قال يا كده يا قال كده فلان اللي بيحكي الحكاية مش مش الله او يعني بيحكيها كده من عنده وفي كل صورة بيحكيها بطريقة مختلفة يبقى ده مش تقلها الحقيقي لان الحدث ده حدث مرة واحدة تكلم اهله على النار اللي شايفها بعيد ممكن مسلم يقولك ايه طب ده عشان موسى ممكن يكون قالها مرتين طبعا الترقيع اللي قاله لكن تعالي نخليها بقى على الله الله نشوف الله بزاستك سوالي بيتكلم اه وإذ قال في سورة الحجر 28 اه وإذ قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من سلصال من حمأ مسنون ربك قال اسقال ربك للملائكة هو قال هنعمل ايه اني خالق بشرا من سلصال من حمأ مسنون طيب جي حكاها تاني في سورة صاد في 71 اسقال ربك للملائكة ماشي ان هنا اني خالق بشرا ماشي من ايه من طين يعني هو من سلصال ولا من طين فممكن يقول لك ايه يا فرحة ما السلصال هو الطين لا احنا بنتكلم على الالفاظ اللفظ نفسه الحدث حدث مرة واحد هل هو قال من سلصال ولا قال من طين يعني هو قال هكت طلع الوحي كده قال له يا جبريل من سلصال ولا من طين وطبعا ده بيدل على ايه طبعا تحريف القرآن ممكن تخذيها تحريف القرآن ممكن تخذيها انه نساي انه اللي بيحكي بشر ده مستحيل يكون ربنا بالضبط لان الله هيحكي الحكاية هيقولها زي ما هي في حدة ثانية بالضبط بالضبط نفس الكلام هو هو لانهم هم اللي بيدعوا ان ده مباشرا ده كلام الله محدش لا يغير يلي ييمين ولا جمال محدش يتكلمني على الكتاب المقدس لان الكتاب المقدس الوحي فيه مختلف تماما عن الوحي في القرآن القرآن بيتقولوا جبريل نزل قال بقين فاخدهم محمد فقالهم صدلي تعالي نشوف سورة القصص 30 وصورة النملة 9 سورة القصص 30 بتقول ايه فلما قتاها نودية من شاطئ الواد الايمن في البقعة المباركة من الشجرة صح انا موسى اني انا الله رب العالمين صورة النملة 8 اللي بعدها 9 يعني صورة النملة 8 بتقول ايه فلما جاءها نودية انبورك من في النار ومن حولها بعدين بيقولك ايه يا موسى انه انا ايه الله العزيز الحكيم فهو قال انا الله العزيز الحكيم يعني لما الله كلم موسى انا انا الله العزيز الحكيم في نفس المكان اه الله رب العالمين في نفس الحدث في نفس هي ومرة واحد اه هو الها أني بيعرف نفسه هو إيه عرف نفسه بأنه الله رب العالمين ولا لما عرف نفسه قال أنا الله العزيز الحكيم ولو قال الاتنين مش بيذكر الاتنين مع بعض ليه هنا وهنا لكن ده راح عند الشجرة قالك ده الله أنا أنا الله رب العالمين والتاني يقول ده لما راح عند الشجرة قال يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم شفتي طيب شوف يا مارينا في صورة المائدة 69 بيقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابقون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صلاحا فلا خايف عليهم ولا هم يحزنون خلاص كده الغيت هنا جي على صورة الحج 17 إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابقين والنصارى والمجوس والذين أشركوا بيكمل الآية هنا لما بيقول إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا والذين هادوا والذين هادوا والصابقون هنا قال الصابقين طب ليه والنصارى ماشي ليه غير من الصابقون والصابقين ما هي يعني مش هي هيها حتى في الأعرب مش هي هيها يعني هو قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابقون وبعدين يتكلم على نفس الفئات دي رح قال إيه إن الذين أمانوا والذين هادوا والصابقين طب إيه طب إنت مرة بتقوله الصابقون ومرة صابقين ليه هل بقى ده النحو ده نحو ده مرسي هل ده النحو يعني ده التعليم النحو وخلي بالك إنا محدش يقول لي أصلي إنا هنا غير إنا هنا بالزبط إنا وإنا والذين والذين أمانوا أمانوا والذين هادوا والذين هادوا والصابقون وهنا الصابقين ولأن المتكلم شواء الله بينسى أو لو قال الكرآن فيه وهم بيكتبوا الكرآن بيكتبوا برحاتهم لأن انت بتكتب نفس الكلمات هل ممكن ينفع الجملة تتقال مرة بالصابقين ومرة بالصابقون مثلا وبص مارينا يعني أنا أعتقد أن كل واحد كتب على مزاجه ويجي المسلم يقول لك إيه لا ما تفرقش قوي الموضوع ما يفرقش قوي لا يفرق أنتوا فهمونا إيه الحكاية لو كان من عند غير الله نعمل فيه اختلافا كثيرا بس هو بيعمل ليه اختلافا بسيطا لو كان من عند غير الله مش هيلاقوا فيه اختلاف واحد مش اختلافا كثيرا طب ليه خلها كثيرا يا مارين عادينا عشان احنا منعمل حلقات كثيرا عشان ناخد من قليلا طيب توضل يا مارين في سورة سات 75 بقى شوفوا يا جماعة الكلام ده خطير سات 75 والأعراف 12 هنقولهم بالتفصيل قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استقبرت أم كنت من العالين من العالين ما لها دي الأعراف 13 بتقول قال ما منعك ألا تسجد يعني في زيادة إيه بدل أن تسجد آه أن تسجد ألا عملها ألا تسجد هل ما منعك أن تسجد زي ما منعك ألا تسجد هو ألها ازاي آه ألها ألها مرة واحدة كلم إبليس تعالي إبليس وريني كده وأشدلك ويدانك ما منعك ألا تسجد ولا ما منعك ألا تسجد و هنا يعني مرة بيقول لي ما خلقت بيدي و هنا بيقول إذا أمرتك قال إن خير منه و خلقتني من نار و خلقتني من طي آه يعني الجملة كلها آه فهو منع أن يسجد ألا ألا يسجد بالضبط هو سجد أو لا ما سجدش بيقول لي ما منعك أنت لا تسجد ألا أن تسجد يعني ألها إزاي خلينا نفهمها للمسلم بطريقة أكثر بص يا مسلم واحدة بالنفي واحدة بالإسباب دلوقتي الله لما يكلم إبليس قاعد يقوله كل شوية نديل ويقوله بص ما منعك أن تسجد بص ما منعك أن تسجد أن تسجد هو قاله مرة واحدة ما منعك اختر أنت بقى يا مسلم ما منعك أن تسجد ولا ما منعك أن لا تسجد يعني اختاروا لكم اختيار لأن الحدثة وحدة الحدث واحد مرة واحدة والمفروض بين قصين الله الهاء مرة واحدة طيب لو أنا يا مارينة دخلت على صورة الأعراف الآية 24 في المقابل بتاعها الآية رقم كامل بعدها يعني اللي عايز يطلع معاك في المقابل بتاعها طيب 123 بس خلينا نقول كده نشوف الأعراف 24 بيتقول ايه قال ده المفروض الله هو اللي بيقول اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع الى حين بيقول ده محوى وفي التفسير ده محوى وكله وإبليس ماشي قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر يعني طراتهم قال لهم اهبطوا بعضكم لبعض عدو ده الطرد طرد اه عدو ولكم في الأرض مستقر هنحن لهم أعداما مع بعضهم هنحن لهم أهبطوا بعضكم لبعض عدو هنحن تكونوا يعني بأعداء مع بعض أعداء مع بعض فرح في سورة طه 123 هو قال للحدث مرة واحدة امطردهم مرة واحدة أيوة حلو قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى هدى يبقى هنا اهبطى ولا اهبطوا طراتهم كم مرة طراتهم مرة واحدة أيوة طراتهم مرة واحدة قال لهم اهبطوا ولا اهبطوا ولا اهبطوا بالمسنة أصل لو بالمسنة هيبقى حوى وآدم فقط لأ وبعدين آدم اهبطى منها جميعا جميعا بعضهم لبعض عدو لو pència وحوى يهيعدوا بعضهم يعني يعني الله بيعمل حاجة عجيبة شكل يعني بعمق جبل بنا قدمين يعملهم عدوة بينهم وبين بعض اهبطة دي مسنة يعني احنا اللي عارفينها مسنة الفكرة بقى اهبطة منها جميعا ولا اهبطوا ولا اهبطوا بعضكم لبعض عدو يبقى الحل ايه مارينا يبقى الحل انه بينسى ان الحكاية بتتحكي وتيجي تتحكي مرة كمان مش بتتحكي بنفس الكلمات اللي قالها الله هل القرآن نازل بايه بالمعاني ولا بالالفاظ اللي هو المفروض اللي تقالت بالزبط هنا المسلم هو اللي يقلنا مارينا لو هو عايز يخرج من الموضوع لو انت مسلم عايز تخرج من الموضوع قلنا القرآن نازل بالمعاني واحنا برضو ما تلومناش لما انا اتكلم برضو في القرآن وتقول لي لا اقول ليه بالزبط زي ما تقال لا لو بالمعاني يبقى كل واحد يتبرط اي 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 انا اقرأ عارفة لو بالمعاني يقدروا يترجمون لكن لأنه مش بالمعاني هم زنقوا نفسهم يا مارينة في قصة إنه هو كده ونزل كده طيب أده لقينا عواره عوار في القرآن اختلاف كتير اختلافات كتير وعلى فكرة فرحة يعني ده حاجات بسيطة اللي يدور هيلاقي أكتر وأكتر كل حكاية يجي يحكيها يجي يحكيها بألفاظ مختلفة تماما أو كلمات مختلفة تماما عن الحكاية اللي حكاها قبل كده والقرآن مش بيحكي يعني الحاجة الوحيدة اللي حكاها متسلسلة يعني ما يفضلش يتنطط من سورة سورة يوسف بس كده لكن غير كده يحكي من هنا شوية وهنا شوية أنت يوسف يصدقيني فيها مشاكل كتير أنا بتكلم على تسلسل الأحداث لكن موسى واحدة في طه واحدة في النمل يعني عشان يحكيني حكاية موسى أروح من هنا وهنا 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 عشان أعرف أنت عايز إيه وفي الآخر يتوهن أوه في الآخر إحنا بنلاقي لو كان من عند غير الله إيه اللي وجده فيه اختلافا كثيرا فأنت دلوقتي كمسلم هل قال اهبطوا ولا اهبطها قال ما منعك أن تسجد ولا ما منعك لا تسجد بالزبط قال إن الذين أمنوا إن الذين أمنوا والذين هادوا الصابقون ولا الصابقين وده يعني حتى يعني بلاش عم عم علمنا العربي كويس قال إني خالق بشر من سلسل ولا إني خالق بشر ممتين صح قال إنه أنا الله العزيز الحكيم ولا قال إنه أنا الله رب العالمين ولا موسى قال إني ناس تنارا لعلي أتيكم منها بقبص أو أتيكم بشهاب القبص لعلكم تستلون أو قالها موسى قال إيه أنت دلوقتي بتنقولي كلام موسى انهولي بالزبط مش كل آية تغيرلي في الكلمات ها هي الحدث حدث مرة واحدة بس أنا أعايز المسلم يا مارينة يقترح على الأظهر وقول لهم الله يخليكم اطلعوا لنا عشان مارينة وفرحة والبهدلة اللي عم لنهالنا دي من فضلكم قولوا إن القرآن نزل بالمعاني ونخلص أو وبعدين يا فرحة يعني أنت دلوقتي عايز تأكد لي إن القرآن ده كلام الله وحدش يقدر يحرف فيه ولا يلعب فيه ولا تبديل لي وإحنا عملهم لقيم تبديل وتحريف وألفاظ غير التانية وكسب لأن الكذب نساي زي ما أنا هحكي الحكاية وقول لدي فرحة جات لساعة 5 بس بعد كده أقول لدي فرحة جات لساعة 4 طب أنا أقول 4 ولا 5 قول لي يوم الاتنين وأنا جات لك يوم الثلاث يعني مثلا يبقى أنا بقول الحقيقة وأنت قوليها لطرفين مختلفين على معلومة أو فرحة قالت كذا وبعدين تقوليها قالت حاجة تانية حاجة تانية أكل شيء أنتو حطينها على القرآن علشان تصدقوا أن القرآن ده محفوظ لكن هل أنت يا مسلم فكرتوا تدبرت الأمر في دي وفي دي وفي دي في كل النقطة اللي إحنا جايبينها رغم النهاية نقطة بسيطة وده تحريف الكلام بيحكي حكايات ويجي يحكيها مرة كمان بيحكيها بتحريف صح ودلوقتي فرحة طبعا مع دل الحلقة على انتهاء فتابعونا الحلقة الجاية من الإسلام تحت المجهر ونلتقي بكم في الحلقة القادمة شكرا لك يا برحة شكرا لك يا رحة شكرا لك يا رحة